لم تتمكن الحكومات التي تعاقبت على إدارة العراق بعد عام 2003 من تطبيق مشروع حصر السلاح بيد الدولة رغم تضمين هذا الملف في برامجها بل إن المشكلة التي تتصاعد يوما بعد يوم باتت تشكل تهديدا مباشرا لحياة المواطنين واستقرار مناطقهم ولم يقتصر الأمر على سلاح الميليشيات التي تتحرك في أجندات خارجية بل تعداه إلى تضخم أسلحة العشار التي تخوض بين الفينة والأخرى معارك يذهب ضحيتها أشخاص من الطرفين خصوصا في محافظات الجنوب كما سجلت بغداد اشتباكات مماثلة بسبب سراع المصالح والنفوذ بين أحزاب وميليشيات تتخفى أحيانا وراء جلباب العشيرة وبدلا من أن تتوجه الحكومات إلى تطبيق شعاراتها لم يكن همها سوى تكميم الأصوات المنادية بالإصلاح وقمع التظاهرات الرافضة للنظام الفاسد الذي أسس لكل هذه الفوضى آخر ذلك ما جرى في ثورة تشرين التي وجهت بقمع غير مسبوق على الرغم من السلمية التي كانت شعارا وسلوكا لثوارها ومنذ تولي مصطفى الكاظم رئاسة الحكومة أكد في أكثر من مناسبة على حصر السلاح بيد الدولة إلا أن الواقع يتحدث عكس ذلك إذ تستمر نزاعات العشائرية التي يذهب ضحيتها العشرات إضافة إلى تهديد الميليشيات المسلحة لمصالح المستثمرين وأصحاب الشركات وعبثها بأمن المواطنين ويؤكد المراقبون أن الحكومة الحالية غير قادرة على ضبط السلاح المنفلت ومعاقبة المتاجرين به لا سيما أن عملية بيع وشراء واستخدام السلاح لا تقتصر على العشائر بل تدخل على هذا الخط جهات حزبية وسياسية تسعى إلى تنفيذ مشاريعها ويؤكد المراقبون أن سلطة بعض الزعامات العشائرية المرتبطة بالأحزاب تغولت خصوصا أن الدولة باتت في أضعف حالتها لتشكل مع سلطة الميليشيات التهديد الأكبر للعراق الذي يراد له أن يبقى في حالة من الفوضى خدمة لمشاريع إقليمية ودولية